قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولبرغ أن تهديد الرئيس الروسي بقوة الردع النووية سلوك غير مسؤولة وأضافى ستولتنبرغ أن تصريحات بوتين ترفع من مستوى خطاب روسيا العدواني بحث بوصفه مشيرا إلى زيادة حجم المساعدات العسكرية المقدمة من الحلف إلى أوكرانيا ومن بينها أسلحة الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات